إذن نهج صارم للغاية ولكن هدفه حماية الأطفال والمرهقين هذه سياسة أستراليا حاليا مع اعتزامها منع منهم دون سن 16 عاما من استخدام مواقع التواصل تيك توك، انستغرام، فيسبوك ويوتيوب كلها تطبيقات ستتأثر بهذا الأمر بطبيعة الحال وستعاقب في حال لم تلتزم به أو لم تتعاون مع الحكومة الأسترالية لضمان نجاح هذه الخطة تفاصيل هذا الحظر لا تزال غير مكتملة من ناحية إجراءات المنصات لضمان عدم دخول هذه الفئة العمرية إليها ولكن لم يستبعد مسؤولون إجراء مسح للوجوه للتأكد من الهوية مثلا أو التحقق من أعمار المستخدمين عبر قاعدة بيانات حكومية وعلى فكرة لن تكون هناك استثناءات للأطفال حتى بإذن من الوالدين وسيواجه المخالفون عقوبات طيب لماذا كل هذا؟ أستراليا كالعديد من الدول تتهم وسائل التواصل الاجتماعي بتأثيرها السلبية على الأطفال من نواحي نفسية وسلوكية ورغم محاولات بعض التطبيقات وضع قيود على العمر والمحتوى إلا أن هذا كله لم يكن كافيا